تفقد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال عددا من مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة وطلع الوزير خلال الزيارة على تفاصيل مشاريع تطوير البنية التحتية من الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها حاليا ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق وشبكات الصرف الصحي والبلديات وتشمل المشاريع إلى جانب أعمال الرصف إنشاء الطرق وتركيب الإنارة ووضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات مستقبلا فضلا عن وضع الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة وغيرها وخلال الزيارة أكل وزير الأشغال أن الوزارة تعمل وفق خطتها على مواصلة تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية بما يصهم في تعزيز جودة الخدمات العامة وتلبية تطلعات واحتياجات جميع أفراد المجتمع جدا بزيارة وزير الأشغال الأخ إبراهيم الحواج مع الوفد المرافق أنا أعتقد اليوم شفنا حزمة من المشاريع اللي قاعدة تقدمها الدولة حق دائرة ثاثة محافظة العاصمة نحن مجموعة مشاريع من ضمن المشروع الصرف الصحي لمجمع 424 وإن شاء الله هذه بشاركت خير اليوم على أساس أن نخبر أهالي مجمع 426 في جد حافظ إن شاء الله الربع الأول من 2024 إن شاء الله يبتدي مشروع الصرف الصحي إليهم ومن بعد 15 شهر تقريبا مدة المشروع يبتدون بعدها برصف الطرق والإنارة طبعا نحن نشكر وزارة الأشغال وعلى رأسها سعادة الوزير والتيم اللي عنده كلهم يعني فريق العمل على مجهوداتهم وسعيهم الخيرة نحن اليوم في زيارة حق الدائرة الثالثة وطلعنا على عدة تطورات في مشاريع مختلفة تخص الطرق وتخص الصرف الصحي ونحن دائما نشيد بأعمال مشاريع هذه لأنه في النهاية تطور من مستوى الطرق وقدمات الصرف الصحي ويعني توصل مملكة البحرين إلى مستويات أعلى بالنسبة إلى البنية التحتية فكل الشكر والتقدير حق سعادة الوزير والفريق العمل الليوياء اشتركوا في القناة